كلمتان خفيفتان على اللسان تجلبين من تريدين خاضع لك بعد 24 سا بإذن الله هذا الدعاء من الكتاب والسنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرغاته مرحبا بكم أحباب الكرام سلام الله عليكم أينما كنتم بكم الشيخ محمد أبو الغازي اليوم راح أقدم لكم من أقوى الأدعية لجلب الحبيب قبل البدء صلوا على الحبيب عليها وضل الصلاة والسلام ودعموا هذه القناة فإنها قناتكم فالدال على الخير كفاعله والمهم أخواني في الله قبل البدء بالطريقة حذركم من سير وراء الخرافات في جلب الحبيب حيث أنه يوجد بعض الأشخاص يروجون لجلب الحبيب في الجن والتراسم والنار والأعمال وغيرها من الأشياء المحرمة التي حرمها الله تعالى لأنها تجلب الجن لحياة الإنسان والجن إذا حضر في حياتك أو حياة أي شخص سوف يدمرها من ومن يريد جلب الحبيب عليه بالكتاب والسنة والأدعية الصحيحة الموطوقة بها من الكتاب والسنة أنا سوف أردد عليكم الدعاء وأنتم سوف تسلطونه ورائي أو سوف تلقونه في أول تعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفة على اللسان تقيلتين في المزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شارك لأهل الملك الله الحمد وحيوميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استفرك وأتوب إليك اللهم بحق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أرزقني فلان ابن فلان وفلان ابنت فلان زواجا لي في الحلال يا رب العالمين وارزقني حبه يا أرحم الراحمين سبحانك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحانك 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 إني كنت من الظالمين إني أستغفرك وأتوب إليك وتقبل مني يا رب العالمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك وأتوب إليك إني كنت من الظالمين سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم بحق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أجعلني أملك قلب وعقل جوارح فلان ابن فلان أو فلان ابنت فلان وأرحم الرحمين واجعله يحبني ويتقرب مني يا رب العالمين سبحانك استغفرك وأتوب إليك أني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم بحق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أرزقني السعادة مع من أحب وقرب بيني وبينه بالخير وبعد بيننا يا حي يا قيوم كل شر واجمعني يا ربي معه على الخير بالحلال يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك على كل شيء قدير إني كنت من الظلمين تقبل مني هذا الدعاء إني عبد شاجد الركع لك ماضي في حكمك عدل وفي قضائك أسألك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ستتقبل مني يا دل جلال والكرام للاستشارة وللطلب المساعدة الاتصال على الرقم عبر الشاشة التواصل مع الشيخ المباشر التواصل معه على الواتساب للاستشارة في كل الأمور الرحانية وفي كل استشارة من أبراجه الفلك والله وليه التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته